موسيقى مساء الخير أرحب بكم في عين الحدث والليلة نستضيف المحامي الدكتور جهاد الجراح أهلا وسهلا فيك دكتور جهاد والمحل السياسي سميح البراري العجاني أهلا وسهلا فيك مرحب بكم والليلة نتحدث عن الزيارة التاريخية التي قام بها وما زال جلالة الملك إلى أمريكا ولقائه الهام جدا في ترامب بالحقيقة أن هذا اللقاء اليوم وما حدث من هذا اللقاء وما برز من أهم النقاط التي برزت بهذا اللقاء هي أن هناك احتمالية شن حرب كبيرة وهجوم على سوريا ترامب اليوم أعلن عن استياءه الشديد تجاه ما تم في سوريا من قتل الأبرياء والأطفال وهذا يدل على أن هناك تدخل جديد ونوعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ترامب اليوم أيضا من خلال المؤتمر الصحفي مع جلالة الملك عبر عن ارتياحه لقيادة الأردنية الهاشمية ولما يقدمه جلالة الملك من رمز وعمل محوري وعمل أساسي في المنطقة أيضا ترامب قدم رأيه بصراحة حول تدمير داعش وتدمير الإرهاب والحرب على الإرهاب جلالة الملك بالمقابل قال أن هناك لابد أن يكون دعم كامل لأمريكا وتحرك أمريكا تجاه الإرهاب في المنطقة هناك أيضا رؤية جديدة لأمريكا وهناك نظرة للأردن على أنها دولة محورية جلالة الملك اليوم قدم نفسه على أنه رئيس وما زال على رأس العمله بشكل كبير جدا بأنه هو يقود دولة محورية دولة الأردنية دولة محورية تقدم حلول في السلام وهي دولة مركزية في الحلول المنطقة إذن هناك مجموعة آراء سنتحدث معها مع الضيوف الكرام الليلة مهمة جدا في تاريخ العمل السياسي الأردني لحل قضايا الأمة وقضايا المنطقة قضية الفلسطينية قضية العراقية قضية سورية جلالة ملك اليوم يعني برز على بشكل ملفت للنظر بأنه قيادة عربية محورية وأصبح هو الآن المحور الأساس في المنطقة دكتور جهاد يعني في ظل ما تقدم الآن وما شهدنا اليوم من خلال المؤتمر الصحفي وما يحدث اليوم ومن استياء شديد من أمريكا كيف ترى توجه جلالة الملك اليوم وزيارة جلالة الملك أين أين نحن الآن من ما يحدث بالمنطقة سيد أولا مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للقائمين على هذه القناة ومن خلالك بمسي على مشاهدين كل كرام وجوابا على هذا السؤال أقول أن هذا السؤال يجب أن يربط بزيارة جلالة الملك إلى أمريكا وأن هناك زيارتين قد تمتا خلال فترة أقل من شهرين وهذا اندل على شيء فيدل أولا على مكانة الأردن المحورية في المنطقة وقبل ذلك مكانت جلالة الملك الشخصية والسياسية كزعيم عربي قدير وبإمتياز لا شك أن ترامب عندما جاء بفترة الانتخابات أطلق شعارات كثيرة جدا ولكن هناك فرق بين الشعارات التي تطرح في المراحل الانتخابية والواقع العملي الذي يواجه الزعيم عندما يتصدى لكرسي الزعام من الواضح أن ترامب بدأ يستدير نحو صوت العقل والاتزان وهذا يمكن استشفافه والنظر إليه من خلال هاتين الزيارتين التي قام بهم جلالة الملك خلال فترة بسيطة جدا الحقيقة أن زيارة جلالة الملك في هذا الظرف كما تفضلت السياسي المهم من تاريخ الأمة جاء بعد حصول القمة العربية التي حدثت بتوقيت وبمكان وزمان وظروف استثنائية ولذلك هذه الزيارة تكتسب أهمية من ابتداء كون جلالة الملك مبعوث ومخول باسم الأمة العربية وبحمل مقررات إعلان عمان إلى القيادة الأمريكية وأيضا محملا بإرثه التاريخي والسياسي إلى هذه القيادة الحقيقة أن ما تفضلت فيه أن المؤتمر الصحفي الذي حدث اليوم مع جلالة الملك والرئيس ترام جاء بالنظر إلى الجزئية التي تفضلت حضرتك فيها بالنسبة للأزمة السورية حقيقة أن ما جرى في سوريا لم يكن متوقعا من أي نظام سياسي بهذه الطريقة وأن هذا الأمر لا يمثل شكلا من أشكال الرعوية أو الأبوية التي يديرها أي نظام تجاه شعبه وحتى بطرق الانتقام البسيطة بين الأفراد لم يكن أحد يتصور أن يحدث مثل هذه المجازر التي حدثت ولذلك هذا يمكن ما دفع الرئيس ترامب إلى الخروج والقول بأن هناك ربما أمرا ما قد يحدث بتدخل أمريكي على الأرض السورية فقد يكون هذا الأمر هو القشة التي قصرم الظهر البعير تجاه النظام السوري بعدما رأينا خصوصا بالفترة الماضية كان هناك مساحة تدعو إلى أنه ممكن تقبل الرئيس الأسد في الفترة الماضية إذا لاحظنا وتقبل هذا الرئيس على أساس أنه باعتبار أنه أصبح أمر واقع وما إلى ذلك وهل هذه تعتبر رسالة من رئيس الأسد أنه أنا لا أريد التعامل مع أمريكا؟ هل هذا ما كان يقصده؟ يعني لا يمكن تفسيرها إلا على هذا الأمر كان عليه أن يلتقط الإشارة من السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن عندما صرحت قبل أيام بأن الرئيس الأسد أصبح يجب التعامل معه على أساس أنه أمر واقع وهذا لا يمكن أن ينظر إليه وأن يفسر وأن يحمل من بين ثنايا إلا على القبول بالرئيس الأسد في هذا الواقع سنعود ونتحدث عن هذا الموضوع أكثر ولكن أخي سميح ما رأيك الآن؟ جلالة الملك حقيقة اليوم برز بشكل كبير وواضح وجلي بقوة على أنه رئيس دولة عظمى وفعلا نحن فخورين جدا بهذا فكيف يعني ماذا نتوقع؟ ماذا نتوقع؟ قبل أن تفضلت صديقي الدبلوماسية الأردنية الليلة حققت اكتساحا تاريخيا ومثل هذا الاكتساح عادة في تاريخ الدول لا يحدث إلا كل عدة عقود كانت الدولة العربية بالذات متخوفة جدا من الإدارة الأمريكية الجديدة لأنه بالباطن وبالعلن كان هناك ميول للحزب الديمقراطي بالفوز لدى الشعوب العربية أو لدى القادة العرب بتولي الإدارة الأمريكية أن تكون ديمقراطية وليست جمهورية ولكن عندما وقع المحظور وتولت الجمهوريين تولوا الإدارة الأمريكية وكانت كما تفضلت دكتور جهاد كانت ترامب تصريحات خطيرة جدا وكانت في بعض القرارات خصوصا التي تتعلق بالهجرة وغيرها والإرهاب والاتهام الإسلام أو الدول الإسلامية بالإرهاب كان هذا يضع الدول العربية بخانة صعبة جدا في ظل الظروف التي تحيط بالأمة العربية فالدبلوماسية الأردنية في القمة العربية أولا والدبلوماسية الأردنية التي حقادها جلالة الملك بكفاءة معتادة من الإرث الحاشمي الليلة كانت اكتساح تاريخي لكل ما يمكن أن نقول له في علم السياسة وفي علم الدبلوماسية فأول ما حدث اليوم أنه مات الخوف لدى القادة العرب أولا الشعبة العربية من الإدارة الأمريكية الجديدة الإدارة الأمريكية الجديدة الآن استطاع جلالة الملك الذي يجيد بكفاءة عالية مخاطبة العقل الغربي العقل الغربي لا يخاطب بالعواطف العقل الغربي يخاطب بالمنطق وبمصلحة الغرب أنفسهم فالآن استطاع جلالة الملك الليلة أن يتفهم من بداية إدارة ترامب ما هو ترامب وكيف يفكر ترامب وكيف تفكر الإدارة الجمهورية لأمريكا وهذا التفهم المعهود من جلالة الملك للمواقف السياسية الأمريكية ولمواقف الغربية استطاع أن ينقل الهم العربي هو لم ينقل الهم الأردني لم يتكلم بالهم الأردني بمعزل عن الهم العربي نستطيع أن أسميها صورة جديدة من القومية العربية يقودها جلالة الملك جميل طيب دعونا الآن أعزائي المشاهدين نشاهد معا التقرير الصحفي الآن الذي تم قبل قليل من ترامب يلا يلا نحن على الهواء إذن نستمع الآن لترامب نعم 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 بعد أشهر وقلت لماذا يحددون توقيتا زمنيا وبعد شهر يقولون سوف طيب يعني ترامب الآن يتحدث عن عن الاحترام الكبير الذي يلاقيه جلالة الملك من قبل أمريكا وأيضا يتحدث ترامب عن قدرة جلالة الملك كونه كان قائداً وعسكرياً استطاع أن يقود الأردن إلى بر الأمان بطريقة مذهلة جداً جلالة الملك يتحدث أيضاً عن عن يعني علاقة الأردن بأمريكا بالعلاقة القوية الأردنية الأمريكية وكوننا يعني كون الأمريكا حليف للأردن وداعم للأردن في مواقف السياسية والمواقف الاقتصادية أيضاً جلالة الملك تحدث بشكل واسع عن رؤية ترامب الشمولية تجاه المنطقة وما يرغب به ترامب من حلول تجاه المنطقة وتجاه القضية الفلسطينية وقضية العراقية والسورية جلالة الملك تحدث أيضاً عن الإرهاب وقال أن الإرهاب ليس له حدود وأنه لا يعرف جنسية ولا يفرق بين الناس أيضاً جلالة الملك تحدث عن مسؤولية المجتمع الدولي أن هناك مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم الولايات المتحدة الأمريكية وهنا ترامب يعبر عن استياؤه الشديد تجاه ما حدث في سوريا وأيضاً يقول أنه لن يسمح بهذا الشيء أن يتكرر وأنه حان الوقت للولايات المتحدة الأمريكية أن تضع حد لهذه المشكلة ومشكلة إذن نعود إلى الستوديو مع ضيوفنا الكرام إذن هناك رسالة مختلفة الآن واضح جداً أن أمريكا الآن بدأت بخطاب مختلف عن أوباما ترامب يقدم خطاب جديد جداً يقول بمضمونه ويقول أنه هذا أمريكا حان الوقت لأمريكا أن تحل المشاكل كيف ترى هذا الموضوع؟ يا سيدي أمريكا هي قطب من قطبي الرحى العالميين وبحكم مسؤولياتها كدولة عظمى لا بد لها أن تمارس هذه المسؤولية على أرض الواقع والحقيقة إذا نظرنا إلى ما يحدث في البلدان العربية من صراع وتشريد وشلالات دم وخصوصاً أن هذه النزاعات قد أخذت مدى بعيداً لأجل أن تقوم الشعوب العربية والأنظمة العربية بحلحلة هذه النزاعات ولكن للأسف أنه لم يحصل لغاية الآن الانفراج الوحيد الذي حصل في الفترة الأخيرة هو انعقاد القمة العربية حقيقة أنه انعقاد القمة العربية وأنا أعود وأركز على انعقاد القمة العربية لأنها تمثل تحولاً جذرياً في موقف النظام الرسمي العربي منذ فترة طويلة اسمح لي أن أقاطع قليلاً هنا إذا سمحت لي بس للدكتور أنه بالخطاب الآن بهذا المؤتمر لم يتم ذكر القمة العربية يعني وهذا شيء فعلاً غريب أنا تسمح لي أحكي بالنقطة هذه بالذات القمة العربية أعطت زخم قوي جداً وخلفية قوية جداً وقوة لطريقة الخطاب السياسي لجلالة الملك مع ترامب ترامب كان يدرك أنه لا يتحدث مع الأردن فقط كان يتحدث مع العرب ومع القادة العرب من خلال جلالة الملك لأنه أخذ هذا في سياق أخذ فيه لأنه ترامب لديه مستشارين قبل لقاءه مع جلالة الملك لا شك أنه وضع بصورة أنه جلالة الملك عبد الله الثاني لا يأتي فقط وهو كبير الأردن بحجمه لكن هو الآن يخاطب الإدارة الملكية قائد للأمة العربية في تلك اللحظات التاريخية في الشيء الذي نحكي به الآن نحن الأردن أقدم نظام سياسي عربي بعد ثلاثة أربع سنوات نحتفل بمرور قرن كامل على النظام السياسي بالأردن وهو نظام أثبت استقراريته بجميع الأحداث التي مرت فيها الأمة وأخترعها وهذا يعطي ثقة لترامب أنه يتحدث مع دولة مستقرة تقود أمة غير مستقرة وهذا الشيء مهم هل تؤيد دكتور؟ سيدي أنا أقول وأثني على ما تفضل فيه أستاذنا الأستاذ سميح في هذا المجال أنه لو لا القمة العربية وهذا الدفع والزخم السياسي الذي أحدثته على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي حقيقة أنه جلالة الملك اليوم يتحدث باسم هذا الزخم الذي حصل في الذهنية العربية وأنا أقول أن القمة العربية التي حدثت في عمان حقيقة نجحت قبل أن تعقت نجحت شعبيا لأنها حاولت أن تلملم جراحات وتضمت جراحات شعور المواطن العربي بالفرقة داخل الشارع العربي ولذلك أن الشارع العربي مجرد أن رأى أن هناك 17 زعيم دولة عربية يحدث ويصل إلى الأردن إذا سمحت لي في ظل ظروف غاية وبالغة بالأهمية سواء من حيث التوقيت الزمني زمن القمة العربية يحدث في وسط توقيت جدا من الصعوبة بمكان مكان هذه القمة العربية أيضا إذا أخذناه ومؤشراته ودلالاته أنه حدث في البحر الميت البحر الميت على خطى كيلومترات قليلة من القدس كذلك هذا التشرذم العربي ولذلك هذا أثبت أن الأردن بنظامه السياسي والذي يقوده جلالة الملك هو القادر على تدوير الزوايا الحادة العربية بهذا اللطف وبهذه البراعة وحقيقة أثبت علو كعب القيادة السياسية الأردنية في قيادة ليس فقط الشعوب وإنما قيادة الزعماء العرب ومن هذا المنطلق اليوم إذا هذا الدفع اللي بتحدث فيه ترامب أنه يأتي جلالة الملك لقدرته على لملمة هذا المزاييك خلينا نسميه العربي ومن الزعماء العرب وخصوصا أنه إذا عرفنا أن هناك كانت مواقف عربية متباينة ما بين المحور تحدث بصراحة المحور السعودي من جهة والمحور المصري من جهة أخرى خلينا نقول حتى ولو لم يتم التطرق أو التعرض لموضوع القمة العربية فيكانت حاضرة أنت تقصد الآن ما هي أهم الرؤى أو النتائج التي سنلمسها على الواقع بعدها المؤتمر الصحفي التاريخي وبعد اللقاء التاريخي بين القيادتين الأمريكية والأردنية أعتقد جازما أنه خلال الفترات القادمة لن يكون الوضع للساحة العربية كما كان عليها اليوم وأمس من ناحية الآن عودة اللاجئين إلها ترجمة عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا وتوطينهم ببلادهم إلها تفسير واحد ولا شك تمنقاشه بين جلالة الملك وبين الرئيس ترامب هي خلق المناطق الآمنة التي طرحها ترامب من فترات طويلة من بداية تسلمه ومن بداية أيام الانتخابات الأمريكية المناطق الآمنة داخل الحدود السورية هي مصلحة أردنية ومصلحة قومية عربية بنقل اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم وتوطينهم في بلادهم وبنفس الوقت هذا سينعكس على الوضع الداخل الأردني سواء اقتصاديا أو سواء اجتماعيا ونفسيا بالنسبة للشعب الأردني الشيء الآخر طبيعة الرؤية للإدارة الأمريكية تجاه الأردن بشكل خاص وضرورة دعمه اقتصاديا ستختلف بعد القمة لأنه الآن برز بشكل كامل أن الدور الأردني لا يمثل فقط الداخل الأردني هو يمثل أمة كاملة ويمثل حدود خطيرة ويمثل الآن النظرة الشمولية التي تحدث عنها ترامب بالنسبة لمحاربة للإرهاب لا شك أن العنصر الرئيسي فيها الأردن لأننا نمتلك أطول خطوط وحدود مع سوريا المتمركزة فيها داعش وحدود لا يستهان فيها مع العراق المتمركزة فيها داعش أيضا وهناك حروب تجري الآن الجيش الأردني هو الجيش الأقوى تنظيما هو الجيش الأكثر احترافا هو الجيش الأقوى تماسكا هو الجيش الذي بناته القيادة الهاشمية وبناه الشعب الأردني بحيث أصبح لا يدافع عن حدود الأردن فقط أصبح يدافع عن السلم العالمي فالآن السلم العالمي مطروح على الإدارة الأمريكية الجديدة التي جاءت برؤية ترامب جاء برؤية واضحة جدا جاء برؤية حسم الملفات الصراع وهذا كان بارز جداً بانتقاده خلال المؤتمر الصحفي لإدارة أوباما. كان كلامه واضح جداً أن أوباما حدد أن داعش وغير داعش وبشار الأسد تجاوز الخطوط الحمراء ولكنه لم يفعل شيء. عملية إدلب، مجرزة إدلب التي حدثت، الضحايا، الصدمة العالمية التي حدثت. الآن وضعت ترامب، الآن أعطته الحجة القوية أمام ما كان يتحدث به وأمام العالم بأنه يتخذ شيء على الميدان. نحن نتحدث الآن عن ملف اللاجئين، ملف اللاجئين أصبح واضح جداً. ماذا عن حزب الله وداعش برأيك دكتور؟ يا سيدي أنا أقول أن الدولة أو النظام الإقليمي العربي لن يستقر إلا إذا قام على أساس دولة المواطنة. إذا لاحظت حضرتك جواباً على سؤالك قبل أيام كان هناك ملثمين من تنظيمات داعش تجوب الضحية الجنوبية في بيروت وتحاول أن تمسح هذه المنطقة بحثاً عن مطلوبين. إذا نظرنا إلى هذا الأمر أين الدولة اللبنانية؟ هل الدولة اللبنانية قاسرة عن أن تقوم بالبحث عن هؤلاء؟ أم هي مناطق خارجة عن السيطرة الدولة؟ بمعنى آخر أنه إذا كان حزب الله يفرض سيطرته داخل الدولة اللبنانية وداعش تفرض سيطرتها بالموصل وفي مناطق معينة من سوريا يمكن تقسيم النظام العربي على أسس طائفية وعلى أسس مناطقية وعلى أسس جغرافية نحن العاقل من التعظى بغيره. الحرب اللبنانية قامت كحرب طائفية واستمرت عشرات الأعوام وحصدت عشرات الآلاف من الضحايا ثم عادوا إلى المربع الأول. عادوا إلى محاولة وليس تكوين محاولة تكوين الدولة اللبنانية على أساس دولة تقوم على أساس مبدأ المواطنة كيف تفسر اليوم حديث ترامب حول أن هناك سترى ماذا سنفعل بما يخص داعش وحزب الله وأيضا الفرق الأخرى التي هي متعارفة عليها مجموعة يا سيدي واضح أن كلام ترامب كزعيم دولة وأنا لا أدعو إلى ذلك ولكن هذا لا يستشف ضمنا ولكنه يؤخذ صراحة منه بأن هذا اليوم سيكون له ما بعده بمعنى آخر أن ترامب سيوجه قوته نحو هذه التنظيمات محاولة لإلغاء هذه التنظيمات وإقامة الدول على أساس مبدأ المواطنة وليس على أساس مبدأ الطائفية إذا استمر حزب الله بفرض سيطرته داخل الدول اللبنانية واستمرت داعش بفرض سيطرتها ثم الإرهاب يولد ويفرخ الإرهاب الآخر وبالتالي هذا إذا ما لو جاءت فرقة أخرى وقالت على غرار حزب الله كحزب مسلح يخدم الطائف الشيعية لو جاء حزب آخر وقال أنه إحنا بلبنان بدنا نعمل للطائف السنية حزب آخر وثالث للطائف الدرزية أين ستأول المآلات؟ طب ماذا نتوقع من أمريكا الآن؟ ما هو المتوقع الآن من ترامب؟ ماذا سيفعل ترامب؟ واضح أن ترامب سيهاجم داعش في سوريا وفي العراق وسيكون هناك تدخل عسكري أمريكي من خلال حديث ترامب وهذا واضح هل سنشهد أمريكا جديدة مختلفة الأسكرية؟ هي السؤال حتى من سنوات نحددها من 2010 عند بداية انطلاق ما يسمى بالربيع العربي هل أمريكا إذا أرادت تستطيع أن تنهي داعش أو لا تستطيع؟ هل هي معلقة بالإرادة الأمريكية والقدرة الأمريكية أم أنها كانت تستخدم داعش كوسيلة من وسائلها؟ هل الآن سنشهد أمريكا؟ الآن لا ننسى الخلفية التي كانت تحكم أمريكا قبل ترامب والخلفية التي تحكم أمريكا بعد ترامب الخلفية التي تحكم أمريكا بعد ترامب هو الحزب الجمهوري الذي يختلف بما يشبه أيدولوجيا لا ندعي أنه عائديا ولكن أيدولوجيا نوعا ما اختلاف كليا عن طريقة التعامل مع ملفات الشرق الأوسط بما يخص بالمقارنة بين حزب الجمهوري والحزب الديمقراطي الأمريكي الآن حزب الجمهوري هو الذي يقود الحزب الجمهوري عادة معروف عنه بالتاريخ الأمريكي جميع الرؤساء التي تولوا يميلوا لحزم الملفات هنا يتقاطع شخصية ترامب الجدلية شخصية ترامب الجدلية الآن اليوم صرح بصراحة أنه أغرب اتفاق مر عليه بتاريخ حياته هو اتفاق النووي الأمريكي الإسرائيلي وهو بهذا رفض وألغى الاتفاق يعني أنا أعتبره اليوم بالمؤتمر الصحفي مع جلالة الملك بما سيسعى للقنوات الدستورية الأمريكية لإلغاء هذا الاتفاق النووي جبريا الآن الرسالة واضحة جدا عندما يتجه للحديث عن حزب الله فهو يتجه للحديث عن إيران حزب الله ليس هو إلا ذراع من ذرعة إيران الآن عندما يضرب حزب الله هو ضرب إيران الآن حزب الله يشكل لا يحارب فقط داخل الأراضي اللبنانية هو يحارب بقوة داخل العراق هو يحارب بقوة داخل سوريا هو طرف رئيسي ولكن ليس طرف مستقل هو مجرد علقة تمتص من الدم الإيراني تأخذ القوة لتسفك الدم العربي أو السني أو حتى المسيحي يعني هما لا يميزون بهمهم ثبوت حكم معين في سوريا إترامب أعتقد سيتجه للعمل الميداني الحقيقي الفعال وأعتقد أنه قبل نهاية 2017 الملف السوري سيكون أو الملف الإرهاب بشكل عام والملف السوري سيكون في طريق الانتهاء إحنا سنأخذ فاصل قصير ونعود إلى طرح مجموعة التوقعات حول المنطقة القريبة عزان المشاهدين ابقوا معنا ونعود لكم نرحب بكم عزان المشاهدين مرة أخرى ولكل من انضم إلينا الآن أنتم تتابعون الأردن اليوم في عين الحدث الليلة نتحدث عن زيارة جلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماذا حدث هناك؟ هناك الكثير من التوقعات وهناك أيضا لما ننضم إلينا الآن هناك حديث لدونالد ترامب عن حل سيقوم به دونالد ترامب تجاه المشكلة السورية الأزمة السورية وداعش والإرهاب بالمنطقة نعود إلى جملة التوقعات التي ممكن أن نطرحها الليلة في هذا البرنامج برأيك دكتور بما يخص اللاجئين قلنا أن هناك عودة للاجئين لا محالة سيكون هناك عودة وجلالة الملك تحدث عن الأهمية الاقتصادية لسوريا عن المناطق الآمنة وعن الأهمية بزرط أكيد ماذا عن الآن داعش؟ قلنا أن داعش سيكون هناك أيضا سيكون فيه إنهاء لداعش ولكن ماذا عن سوريا؟ هل نقول بأن ما حدث بسوريا اليوم ربما يكون ترتيب داخلي لإثارة أزمة جديدة لإعطاء دونالد ترامب فرصة لأن يقول ما قالت اليوم سيدي هذا احتمال وارد الحرب الأسلحة فيها قد تكون من الأطراف ممكن أن كل طرف يستخدم السلاح الذي يريده سواء مكان ظاهر أو مكان باطن وممكن أن يكون هذا فخ من المعارضة السورية للنظام حتى يورطوه بمثل هذا الأمر هذا احتمال وارد ولكن نحن نقول أن هذا الأمر بحاجة إلى لجنة تحقيق دولية حقيقة حتى أنها تقف على هذا الأمر ما شعورك أنت حول هذا الموضوع؟ يعني أنت برأيك من مشاهدتك للمشهد العام كيف ترى المشهد؟ كأي إنسان هذا مشهد لا يستسيغ أي إنسان لا ينظر إليه أي إنسان لديه أدنى حد من الرحمة بأن هؤلاء الأبرياء هؤلاء الأطفال هؤلاء العزل في مناطق يعني لا تشكل مناطق ساخنة على الصعيد العسكري بأنه ترى مثل هذه المجازر وبهذه الأعداد الكبيرة فهو يعني مدان وغير مبرر بكل اللغات طيب اليوم دونالد ترامب قدم نموذج أمريكي مختلف وتحدث عن قوة إحنا ما نعرفها وقال أن هناك إمكانيات أمريكية مذهلة جدا للقضاء على قوة الشر قوة الشر طيب ما هو المتوقع الآن مصطلح قوة الشر يعني ذكرنا ببوش الأب محور الشر وهو قريب جدا وبعد استخدام هذا المصطلح بالذات انطلقت الحروب منطقتنا وهذا ما سيحدث أنت تتوقع حرب هذا؟ أنا أتوقع حرب ولكن العرب رأس حربة فيها وأنا مع أن نكون رأس حربة فيها لسبب واحد لأنه إحنا الآن لا نواجه جيوش دول أخرى إحنا نواجه إرهاب ضل شبابنا استخدموا شبابنا أرضنا اقتصادنا ضدنا بحيث أنه أقنعوا الرسالة التي وصلت للعالم كله تشويه لصورة العرب تشويه لصورة الإرهاب رغم أن الإرهاب بهويته الأصلية نتحدث عن الساحة السورية الساحة السورية تحولت مؤخرا وخصوصا من ثلاث سنوات تحولت لتصفية حسابات بين دول عظمى لأخذ مكاسب دولة من دولة يعني حرب على الغاز بين روسيا وأوروبا يتم تصفيتها على الأرض السورية حرب غير معلنة بين تركيا وإيران يتم تصفيتها على الأرض السورية كل ذلك في أفق وفي فكر جلالة الملك عبد الله عندما يذهب سواء بالقمة العربية ذكرها وسواء لمح لها بمؤتمر بلقاءه مع ترامب أنه الآن إحنا وصلنا لدرجة يجب تصفية الإرهاب يجب تصفية محور أو قوى الشر الآن ترامب عندما يؤمن بوجود قوى شر وعندما يؤمن بترسيخ القدرة الأمريكية العسكرية والسياسية والاستخباراتية بتصفيتها هناك احتمال يعني حال نحن نحكي بصراحة إما أن هذه المنظمات الإرهابية خلقت من المخابرات الأمريكية ومن الدول الغربية والآن انتهى دورها وحققت رسالتها يسهل على أمريكا تصفيتها والاحتمال الآخر أنها بغفلة من الاستخبارات والمخابرات الغربية والأمريكية ظهرت وأنا أستبعد هذا ويجب أن محاربتها وأستبعد ذلك لأن لو كان هذا صحيح كان من أيام دارة أوباما من أيام دارة جورج بوش استطاعوا أن ولكن هو دور لداعش هو دور للتنظيمات الإرهابية بغطاء أو بغطاء الدين طيب أخي سميح أخي سميح دونالد ترامب تحدث عن ثلاث محاول رئيسية نعم قال أن هناك محور أساسي هو سوريا ثم تحدث عن القوى الشر التي هي داعش والإرهاب وأيضا تحدث عن إيران كمحور ثالث وأساس في هذا الموضوع كيف ترى الآن ردود فعل العالم العربي؟ ماذا سيفعل العالم العربي الآن؟ يعني فيما إذا لو فعلا صار هذا التحرك من أمريكا الآن أصلا العالم العربي مباح يعني أمريكا تتحرك بالعالم العربي وبسوريا والعراف وجميع الدول وجميع الدول يعني ما هو الفرق الآن؟ ما هو الفارق ما بين اليوم وغدا؟ يا سيدي الحقيقة أنا أود أن أشير إلى أنه وإن كان الدب الروسي ما زال فيه غفوة ولكن يجب أن نأخذ يعني مصالح هذا الدب في الوطن العربي وتحديدا في سوريا ودعمه للنظام السوري وأن هناك قواعد حميمية والقواعد اللاذقية وهذه لم تأتي من فراغ ولذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار تلك التوازنات الاستراتيجية ما بين أمريكا وما بين روسيا فالسؤال المطروح أنه الآن حتى لو صرح ترامبليون بأنه سيكون لهذا اليوم ما بعده ولكن أين الدب الروسي؟ هل الدب الروسي سيترك هذه الساحة السورية للقوة الأمريكية وما تحلف معها لقمة سائرة؟ أم أن هناك مصالح سيدافع عنها هذا الدب في هذه المنطقة؟ جميل وأنا أرى في أن هناك لابد أن يكون حتى أنه يحصل حقيقة حل الأزم السورية لابد أن يكون هناك تفاهم ما بين القوى الكبرى أمريكا من جهة وروسيا من جهة أخرى لأن حقيقة دعنا نتكلم بصراحة أن الحرب التي تدور على الأرض السورية هي حرب بالوكالة لا النظام يملك أمره منها ولا المعارضة تملك أمرها بمعنى أن النظام ينفذ أجندات لروسيا من جهة وإيران من جهة أخرى وأن المعارضة كل فصائل هذه المعارضة يتبنى ويمولى ويمد بالسلاح دولة إما عربية أو دولة أجنبية قد يستبقاه لكل جهة من جهة إذا ما أخذنا تسمحوا لي إذا ما أخذنا بهذا التشريح الحالي الآن وتشخيص الحالي خلينا نسميها إذا ما أخذنا بهذا التشخيص واعتبرنا أنه هو حقيقة على الأرض الواقع هل نستطيع القول بأنه ترامب اليوم عندما صرح بما صرحه هو أخذ الضوء الأخضر من سوء من روسيا خلناك إحنا في نقطة قبل ذلك إحنا نظلم أنفسنا العرب أنه نغيب القوة العربية إحنا الآن من عدة أو نحكي من سنتين ظهر قوة عربية انتقلوا العرب من عملية رد الفعل إلى الفعل من خلال عاصفة الحزم من خلال الطائرات الأردنية تخرج وتقصف مواقع داخل خارج الحدود الإمارات لها موقف برضو بمحاربة داعش في دول في اليمن الوقوف بجنب حوالة بمواجهة حثيين ليس سعودية فقط الأردن جميع الدول معظم الدول العربية هناك في نماذج قوة عربية ترامب الآن هل السؤال تفضلت فيه هل هو أخذ الضوء الأخضر من روسيا أنا لا أعتقد أنه بالحرفية لا شك أن هناك تفاهمات على المصالح الروسية وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة نحن نحاول ما يحاوله جلالة الملك الآن ومن عدة سنوات هو إنقاذ الأمة العربية من مصطلح الرجل المريض التي عانت منه الدولة العثمانية النظام العربي عانى من مصطلح الرجل المريض الآن النظام العربي يستعد عافيته بعد أن صحية الشعوب العربية بشكل واضح بأنه ما يحدث الآن كما تفضل الدكتور هو حروب بالوكالة تصفير الدم العربي الخسائر كلها على الأرض العربية نحن لا نحارب على أرض أخرى غير الأرض العربية ترامب الآن يستطيع أن يصل إلى معادلة مع روسيا يستطيع أن يصل إلى معادلة مع تركيا يستطيع أن يصل إلى معادلة مع جميع الدول في الأوروبية ومع الدول العربية باستثناء إيران لن يستطيع أن يصرف بهم معادلة لأن المصالح الإيرانية هي ليست مصالح هي استراتيجية تفكير إيراني بالتغول على الأمة العربية وبذراع الإيراني أن يكون هو المتحكم الرئيسي أيدولوجي لخلاف مع إسرائيل أيدولوجيا خلاف مع إيران أيدولوجيا لذلك الديارة الأمريكية لا تستطيع أن تصل إلى تفاهم واضح جدا بالقضايا على الساحة العربية مع إيران ولكن تستطيع مع تركيا تستطيع مع روسيا الجيش الأمريكي أنا أعتقد سيدخل عن طريق البوارج عن طريق الصواريخ عن طريق بعيدة المدى ليس إلا بعمليات نوعية على أرض الواقع ولكن في جيوش عربية تستطيع أن تقوم مع أنها تقوم وتخرج خارج الحدود بعض الجيوش العربية طيب إذا أنت تقول أن هناك سيكون نوع من التحالف المشترك ما بين بعض الدول المحورية خلنا نتحدث سعودية مصر والأردن هل نتوقع تداخل أيضا من إسرائيل يعني هناك حديث لأنه اليوم ترامب الدعم اللوجستي الدعم الاستخباراتي الدعم على الواقع لا شك أن إسرائيل لها مصالح تستطيع ونحن هذه القوة إلى الدول العربية أن يكون الجهد موحد شو مكان بالصيغة الشعبية مصدر هذه القوة إلى أن ننهي ملف إسرائيل عدوة تقليدية عدوة تاريخية إنك عرب إن حقوق بفلسطين إن فلسطين لنا نحن العرب ولكن هذا لا يمنع أن ننهي الإرهاب بتعاون جميع الدول بالعالم بما فيها إسرائيل طيب يعني ذاتور مشهد فضل أعقب على كلام الأستاذ سميح الله يكرمك إنه يمكن أختلف شوي فيما طرحوا بجزئية أن النظام العربي أو الجيوش العربية بدأت تتحرك وبدأت لها فاعلية وبدأت أنا أقول إنه قد تكون هي جزء من المشكلة وليست جزء من الحل بدليل أن هناك هذه التحالفات أصبحت كل تحالف له مجموعة من الدول ويضرب التحالف الآخر قد يصدق هذا القول إنه لو إنه كانت الدول العربية على قلب رجل واحد وكان هدفها واضح واستراتيجيتها واضحة وهناك تنسيق مشترك ما بين هذه الدول بعض الدول يعني تعمل مع بعض الآن ضد البعض الآخر لا في قيادات ضد البعض الآخر في قيادات عربية الآن أضرب مثال قانون جاستر لماذا خرج أصدر أمريكا صاغت قانون جاستر لأن الموقف السعودي كان حاسم جدا ضد كثير من السياسات على الواقع داخل سواء بالملف اليمن خصوصا فالآن يعني التحالف بموضوع اليمن كبير جدا كبير جدا أنا أرى أن هناك بارقة أمل قد تحصل في المستقبل وليس في الماضي فيما مضى وهذه البارقة تتمثل بلقاء خادم الحرمين الشريفين على هامش القبة العربية مع الرئيس المصري السيسي ودعوة جلالة خادم الحرمين الشريفين للرئيس المصري لزيارة مصر فقد يكون هذا طريق لحلحلة بعض القلافات العربية العربية مما يؤدي إلى إنشاء قوة عربية مشتركة وفهم عربي مشترك نحو استراتيجية عربية وهدف موحد وبالتالي إذا تطابقت الرؤى من الدول العربية وأصبح الهدف مشترك وهذا ما طرح جلال سيدنا في القمة العربية قال أن التحديات مشتركة ولذا يجب أن تكون الحلول مشتركة هذا ما أود أن أقوله يجب أن يشعر الجميع أن التحدي القادم مع التحدي فردي ولا مع التحدي إقليمي وأنا أثرت مع الدكتور جهاد بنقطة واحدة وهي الرؤية المشتركة والآن أصبحت ضرورة لا مفر منها أنت تقول من المحتمل أو من القادم أن سيحدث هذه التقارب التقارب الآن أصبح إجباري بحكم الأنظمة العربية جميعها دون استثناء أي نظام عربي سياسي تحت الخطر الحقيقي إذا الأنظمة العربية ما تعاونت بشكل حقيقي ضد الإرهاب وضد التدخل الدول الكبرى الأنظمة الآن أصبحت على درجة من الوعي كافية الآن تدافع عن أنفسها في فترة من الفترات كانت من القوة داخل دولها بحيث تتبع سياسات لو تعارضت مع مصلحة أوطانها مجاملة أو لأهداف معينة قيادات غربية لكن الآن لا تستطيع الدول الأنظمة العربية والقيادة العربية سواء القيادة الأردنية سواء القيادة السعودية الإماراتية جميع الدول العربية لم تعد تستطيع أن تستعمل الدبلوماسية المجاملة مع القيادات الغربية بما فيها أمريكا ولو ونحن دفعنا أردن هذا الثمن وتوقفت مساعدات وألغيت مساعدات لأنه لم يعد المجال يتسع لأنه جامل على مصالح وطن نحن نستطيع أن نحارب الإرهاب وبأيدي أمريكية وبتعاون مع الأمريكيين نستطيع أن نحارب الإرهاب بالتعاون مع فرنسا مع بريطانيا ولكن دون أن ندفع الثمن بكينونة دولتنا بوجودنا لأنه إذا دفعنا الثمن بوجودنا نحن قسرنا معركة الإرهاب ولو ربحناها على الواقع طيب بس لدينا دروس من السابق لدينا دروس سابقا بحرب الخليج عندما تحالفنا مع أمريكا ودول أوروبا ضد العراق ونتج عنه ما نتج اليوم هل سندخل في أزمة جديدة؟ هل نتوقع أن ترمب يدخل المنطقة في أزمة جديدة؟ كان نظام الأردني على واعي كافي بحيث لم يكن من قوة حفر الباطن هذا شيء مهم جدا لأن كانت الرؤية ملكية ولكن نلعب دور أساسي لأننا مصير هذا البلد منذ أن تأسس أن يعارج جروح الأمة الجروح تسبب فيها غيرنا الجروح من أدخل الأمريكا ونحن نريد أن نعارج هذه الجروح يا سيدي مع كل الاحترام المفارقة مع الفارق أو المقارنة مع الفارق كانت حرب الخليج الأولى هي ضد نظام عربي وهذا النظام العربي معترف وقائم به وله شرعية ونحن نتحدث عن نظام عربي اليوم نحن نتحدث اليوم عن بقايا نظام عربي حقيقة هذا النظام العربي القائم اليوم ليس له من بقايا إلا اسمه ولذلك هذا واحد واثنين أن المعركة الآن معركة ضد الإرهاب وضد قوى الشر وضد القوى الظلامية وليس ضد نظام عربي بمعنى آخر أنه الآن هذا الإرهاب أصبح خطر يهدد وجود ومشتره لكل دول عربية ويجب علينا أن تكون بوصلتنا واضحة ويجب علينا أن تكون خريطتنا واضحة هل نحن مع الإرهاب فارغ ما بين وضع العراق ووضع سوريا بالتأكيد بالتأكيد العراق كان نظام عربي قائم وبالتالي الحرب تجاهه كانت مختلفة عن الحرب الآن الحرب الآن هي حرب ضد الإرهاب وليس ضد نظام عربي وأعطي هذا النظام العربي حقيقة الأرض السورية إذن أنت تتوقع أن هناك سيكون تحالف مع أمريكا ضد سوريا وضد الأسد اليوم أنا أقول ضد الإرهاب ضد الأرهاب بأي من مكوناته نحن يجب أن تكون بوصلتنا واضحة ويجب أن يكون هدفنا واضح نحن ضد الإرهاب لأن الإرهاب قد حصد من منطقتنا ومن العرب ومن المسلمين بأضعاف مضاعفة ما حصد من الغير وما ظلل واستنزف مواردنا واستنزف شبابنا وطاقاتنا أكثر مما استنزف من الغير وأساء إلى مكونا الحضاري ومكونا الثقافي وإرثنا التاريخي أكثر ما أساء للغير ولذلك نحن يجب أن نتصدى لهذا الإرهاب ويجب أن ندافع عن عقيدتنا ويجب أن ندافع عن تاريخنا وإرثنا المشترك وحضارتنا وهويتنا ماذا سيفعل جلالة الملك الآن؟ ما هي الملفات التي سيعد بها جلالة الملك للأردن؟ أنا أطرح السؤال بطريقة ثانية بعد إذنك ماذا لم يفعله جلالة الملك منذ أن تقلد الحكم لأجل هذه الأمة ولأجل هذا الوطن؟ جميل سؤال جميل لكن الآن جلالة الملك الآن في هذه الليلة في هذه القمة العربية أنا لا أسميها القمة الأردنية الأمريكية فقط القمة العربية الأمريكية التي قادها جلالة الملك هذه القمة جعلت العرب الآن أقوى من الأمس بسبب الزخم الذي أعطاه العرب قادة العرب لجلالة الملك عبد الله والذور فرضه الآن ما سيفعله جلالة الملك الآن أنا أتوقع بعد هذا المؤتمر القمة ستكون هناك اتصالات مع القادة العرب من قبل جلالة الملك الوضح بصورة ما تم الآن سيكون هناك تبادل للوفود للخبراء على أرض الواقع وخصوصاً خبراء العسكريين لتنفيذ ما تم ليس ما أملته ترامب ما تم الاتفاق بقناعة جلالة الملك عبد الله أن يجب تصفية الإرهاب في عقر داره لا ننتظر أن يجي إلى الأردن نتحالف مع أمريكا نتحالف مع فرنسا نتحالف مع العالم كله بقيادة جلالة الملك ولكن على أن نقضي على الإرهاب خارج الحرود الأردنية لأنه ما غزي قوم في عقل دارهم إلا ذله ولن يغزينا أحداً في عقل دارنا سواء من الشرق أو من الغرب بهذه القيادة الحكيمة لإذن الله دكتور يا سيدي أنا أرى أن جلالة الملك ذهب محملاً بالشرعية التاريخية والعربية وشرعيته الدينية محملاً بتاريخ عرب بقرار عربي مشترك من القمة العربية حول عدد من الملفات والتي كنت أتمنى لو كان الوقت يتسع لناقشها لب وأم الخباعث في النزاعات الموجودة في هذا الوطن هي القضية الفلسطينية ولذلك ذهب وليحرك المياه الراكدة التي منذ سنوات ما يقارب سبع سنوات منذ الربيع العربي لم أحد يتطرق إلى القضية الفلسطينية ولذلك هذه المياه الراكدة ذهب جلالة الملك ليحرك هذه القضية وليؤكد على حل الدولتين وليؤكد للإدارة الأمريكية على عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية وحادية الجانب التي تتخذ من قبل إسرائيل وليؤكد على قرارات المجلس الأمن وخصوصا القرار 2334 الذي اتخذ في سنة 2016 من ناحية ليؤكد على حق عودة اللاجئين ليؤكد اللاجئين السوريين ليؤكد أيضا على حل الدولتين وأيضا أنا متأكد أن المصالح الأردنية الداخلية لم تغيب عن بال جلال سيدنا من حيث دعم الموازنة الأردنية وتخفيف أعباء اللجوء التي يتحمل منها جزء كبير منها المواطن العربي دكتور جهاد جراح كل المحبة والتخدير إليك دكتور سميح الجارمي البراري العجامي الحبيب الغالي كل محبة والتخدير إليك شكرا على مشاركة اسمحوا لي أيضا أن أشكركم بالنيابة عن السادة المشاهدين أيضا أشكر السادة المشاهدين وكل من تابعنا من خلال الفيسبوك واليوتيوب الحلقة تعاد الليلة منتصف الليل وتعاد غدا في أوقات عديدة تابعونا دائما من خلال الأردن اليوم لكم مني كل التحية أنا رائد خاقيش وإلى اللقاء خلال الأردن اشتركوا في القناة شكرا على المشاهدين شكرا على المشاهدين شكرا